بدأ براني الآن يتأثر بكل حركة قام بها ديلان جعله سراع براني أيضا يفهم كيف شعر ديلان تجاهه في غيابه ديلان هو التالي دعونا نرى متى يدرك ديلان أنه يحب بران اعتاد على المطر في سفريا أكثر وأكثر عندما تعانقه الأسرة بأكملها بإحكام وتقبله ستخرج عائلته الحقيقية وتدمر البيئة حصلت الزمرد على ضجة من والدتها علقت علي وأمي في العقبة يتصرف براني وديلاني كزوجين حقيقيين في هذا المكان الجديد الذي سيذهبون إليه حتى لا يسيءوا إلى المالك ويضعون رؤوسهم على نفس الوسادة معا كاد براني أن يولد تسعة عادت صحة ديلان بسرعة ويمكننا القول أن الأيام العظيمة على باب الثنائي أصبح براني مدمنا بشكل متزايد على الاتصال باستمرار إعطاء العناق ديلان مما يجعل الأعذار لحمله في حدمه كان براني خائفا من أنه سيفقد ديلان يسر ديلان بهذا الاهتمام لكنه يعز سبب الاهتمام إلى أشياء أخرى في الوقت الحالي يعتقد أن براني يتصرف بعلم نفس الثنت لكن من الآن فصعدا سيركل الثنائي أنهما لا يمكن أن ينفصل عن بعضهما البعض حان الوقت لكي يدرك براني ما يعنيه ديلان بالنسبة له بالنسبة لباران لن تمر الساعات سيواجه أكبر صدمة له مرة أخرى كما تعلم صرخ براني حرفيا ليقول اسم ديلان في المشهد الأخير لا يوجد أحد لا يشعر بالحياة المحترقة لبران الحصول على الأنسجة الخاصة بك جاهزة سيكون هناك بعض المشاهد العاطفية جدا في انتظارنا هذه ساعات حرجة لديلان من ناحية أخرى لا يستطيع براني قضاء هذه الساعات يجب أن يراها ويشعر بها في جميع أنحاء المنزل حقيقة أنه لن يرى عيون ديلان الخضراء مرة أخرى تهزه بعمق سوف يفهم براني الآن أنه متصل بديلان عندما يفتح ديلان عينيه سيقول مرحبا لحياته الثانية الآن هناك حياة جديدة تنتظره وباران من الممكن رؤية الثنائي كزوجين متصلين في الفترة القادمة لقد نفد صبر ديلان من ناحية أخرى أصيب باراني بالجنون سوف يدرك براني الآن كيف كان يجب أن يعامل ديلان ويعتذر بغزارة دخل براني في رحلات غيرة غير ضرورية مع النص رأى نفسه كمنافس على الرغم من أنه بدى مضحكا ولطيفا في البداية إلا أن نهاية الحبل أفلتت بران هذه الحلقة أصبحت مجنونة حاول الرد على المرأة التي لم يتصل بها بالاسم صاح براني أخيرا باسم ديلان صاح براني بلوفيبان الذي لم يستطع إدخال اسم ديلان في فمه دعونا نرى كيف ستتقدم الأمور من الآن فصاعدا استمر الاثنين في تقديم وعود لبعضهم البعض قبل مشهد إطلاق النار الآن سيواجه براني احتمال أن يغادر ديلان لسبب ما عندما يطلق على براني اسم ديلان تتوقف المياه المتدفقة ويبدأ عقله في التوقف عن العمل ديلان أكثر مرونة ويقظة في مثل هذه المواقف يجعل براني يشعر وكأنه تم القبض عليه فقط لدعم ديلان براني يشعر بالذنب لأنه لم يعقد صفقة حاول التخلص من الألم باختطاف ديلان لهذا السبب إلقى بنفسه في حادثة بودوسلاما في بران يذكر ديلان أيضا أنه كارابي ردا على هذا الوضع قبلة لا تنسى من باران إلى ديلان يحاول ديلان وباران الهروب من خلال العمل معا على الرغم من أنهم يبدون هواة قليلا إلا أنهم تمكنوا من الفرار الزوجان لذاني أمضي الليلة معا سوف يدفئون كثيرا في بلود فلاورز نغلق اليوم الأخير من الأسبوع بحلقة قنبلة نجد دريا تبكي في النهاية عندما تم الكشف عن الحقيقة سهم براني ينسخ مع دريا من ناحية أخرى تحاول دريا رسم عينيها بقدميها البريئتين لكن دون جدور لقد أدى دفاع براني عن ديلان ضد دريا إلى إنعاش القلوب لقد شدد في كثير من الأحيان على أن ديلان ليس شخصا مثله من ناحية أخرى أكل أزاده بابار من براني بينما كان يستعد للهروب دعنا نصل إلى القضية الرئيسية رأى ديلان أن بران يؤمن به لكنه التزم الصمت وتظاهر بعدم الإيمان وتحدث عن الجروح التي فتحها في روحه وديلان محق في ذلك أيضا مزق نفسه ليظهر في قضيته أنه كان على حق أخيرا رأى أن بران يعرف بالفعل أن دريا مذنبة سيحدد ديلان نهاية دريا يدعم بران ديلان في هذا الصدد نأمل أن يكون في اتجاه مغادرة القصر الأخير المعطل دريا خلاف ذلك لن تقى دريا تحت هذا وستحاول الانتقام آزاد هانائر من ذاهب إلى مسقط رأسه إذا لم يعارض أحد يمكن لديلان وبران قضاء بضعة أيام هادئة وهادئة في القصر هذا هو أيضا نذير الأيام الرومانسية في زهور الدم أصبحت دريا محاصرة أكثر فأكثر نحن قريبون من التخلص منه من ناحية أخرى بدأ الزوجان الذان كانا يحاولان حل قضية دريا بمفردهما في الجدال ديلان مثل أي فتاة ذات قلب يمدد تبدأ على الفور في التهديد بالمغادرة لذلك لا تعتقد أن ديلان على حق من ناحية أخرى مع إبقاء الذيل منتصبا يرمي ثمه على أنفه لأن ديلان سيغادر من ناحية أخرى بدأت دريا وأزاد في الشعور بالسعادة لرحيل ديلان إذا كانت هذه هي لعبة ديلان وباران ونصبح الزاوية المقابلة ستظهر فويا ديريا عندما تكون في أكثر راحة لها ربما لهذا السبب قال ديلان إنه سيغادر مع رحيل دريا يحتاج أزاد إلى البدء في قبول ديلان أيضا على الرغم من أن أزاده لن تكسر المحرمات بسهولة مع شفاء القوة وكلمات القوة عندها فقط يمكننا أن نرى أزاده تحررت من أعبائها لا يستطيع باران الوصول إلى دليل دريا بطريقة ما يجرح نفسه بدافع الغضب ويضع ديلان الكريم على يديه إنها تنظر إليك كطفل رضيع ماذا تريد أكثر زهور الدم انتهى فيديو معلوماتنا هنا لا تنسى الاشتراك في قناتي وتشغيل الإشعارات اشتركوا في القناة